دعا تهيئة تنظيم سوق العمل العمال الوافد المقيمة في مملكة البحرين إلى ضرورة التحقق من أوضاعها القانونية بما يحفظ حقوق كافة أطراف العمل ويجانبهم المسائلة القانونية في حال عدم استكمالها لكافة الإجراءات الخاصة بتصريح العمل يتي ذلك انسجاما مع توجيهات سموال العهد رئيسي مجلس الوزراء المتعلقة بضرورة تنشيط العملية التنظيمية المعتمدة وتطوير بنيتها القانونية والتشريعية التي من شأنها حفظ حقوق أصحاب العمل والعمل في تفاصيل الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي أمر فيها بتنفيذ العديد من القرارات المنظمة لسوق العمل من أبرزها إلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتجديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال أمر تداعت لتنفيذه وقرأته بتماعن هيئة تنظيم سوق العمل من خلال دعوتها العمال الوافدة المقيمة في مملكة البحرين إلى ضرورة التحقق من أوضاعها القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف العمل بالإضافة إلى تجنيبها للمساءلة القانونية لتشدد الهيئة على أهمية استكمال العامل للإجراءات القانونية والبيانات المتعلقة باستصدار تصريح العمل الخاص به خلال مدة لا تزيد على شهر واحد والتي من بينها البيانات البيولوجية للعامل كبصمة اليدين والعين والصورة والتوقيع وخصوصا عند دخوله إلى المملكة لأول مرة غير ذلك لن يكون بمقدور العامل الوافد إلى المملكة المباشرة في العمل قبل الحصول على تصريح عمل رسمي من قبل صاحب العمل حتى لو كان يمتلك إقامة سارية المفعول مبينة الهيئة أن عدم الحصول على تصريح عمل رسمي ومعتمد سيعرض الوافد إلى المحاكمة الجنائية ليحكم عليه بالإدانة مع غرامة مالية والإبعاد النهائي عن البلاد وبشكل يتصل بما سبق ذكره ومن باب جهودها المستمرة لتعزيز بيئات العمل والتصدي لكافة الممارسات المخالفة للقانون والتي من شأنها الإضرار بمستوى التنفسية والعدالة بسوق العمل سارعت هيئة تنظيم سوق العمل إلى إصدار أحكام قضائية بالإدانة ضد عشرين متهما في قضايا تتعلق بإصدار تصريح عمل لعمالة وافدة دون الحاجة الفعلية لها وبيعها ليصل مجموع الغرامات المحكومة بها إلى أربعمائة وواحد وأربعين ألف دينار بحريني إذن هي عملية رقابية تنظيمية تعتمدها الهيئة لتسهيل انخراط الوافد القادم في سوق العمل وهو ما يعكس حرص البحرين وضمن السياسات الحكومية على أن تكون وجهة آمنة لعديد الأيد العاملة الباحثة عن لقمة عيشها ضمن عملها واختصاصها وذلك يتحقق من نافذة تطوير البنية القانونية والتشريعية في المملكة وتقييد جميع أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق الأنظمة والقوانين المطبقة في سوق العمل البحريني اعتمادا على وعيهم الكامل بأبرز الحقوق والواجبات التي ينص عليها قانون العمل في مملكة البحرين